طب ده رقم كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وده هيخليني أستأذنك دكتور أنه أروح لدكتور سعيد الزومي في ظل هذه الأرقام وفي ظل المشاهد التي تملأ العالم وفي ظل أيضا ما بين قصين ثقلين الجهد المصري الحديث لأجل إعادة توجيه البصلة الدولية مرة تانية للنظر إلى القضية الفلسطينية بعين العدالة السؤال هل سوف يتغير الموقف الدولي هل سوف يتغير موقف ما في مجلس الأمن أنت قلت يا أستاذ يوسف تسمح لي أن أستعير بعض الكلمات من عند حضرتك ربنا أخليك مصر الشيلة الشيلة من يوم 21 أكتوبر فعلا القيادة السياسية سيادة رئيس عبد الفتح السيسي من يوم 21 أكتوبر إحنا الدولة العربية الوحيدة اللي بدأت تشجب في هذا الاشتباك منذ يوم 7 أكتوبر وكان فيه بيان شديد اللهجة من رئاسة الجمهورية بتندد هذا الاشتباك وعايز أقول لحضرتك أن جمهورية مصر العربية أو مصر هي الدولة الوحيدة في العالم العربي المقبولة من الطرفين المصر الإسرائيلي والفلسطيني أن هي تتدخل لحل هذه الاشتباكات أو هذا الهجوم الوحشي اللي حاصل في إسرائيل منذ يوم 21 أكتوبر لما عملنا مؤتمر السلام اللي حصل فيه العاصمة الإدارية في مصر وأعتقد أن احنا كان معانا 32 دولة على مستوى العالم بتشاركنا هذه الرؤية وبتشارك سيادة الرئيس عبد الفتح السيسي في هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية أنه لابد من وقف إطلاق النار على الفور منذ هذه الاشتباكات منذ السابع من أكتوبر أعتقد أستاذ يوسف أنه بدأنا أن نغير من وجهة نظر المجتمع الدولي أول حاجة لو تفتكر حضرتك بعد 21 أكتوبر لما نادى سيادة الرئيس عبد الفتح السيسي بفتح معبر رفح ودخول أول 20 شاحنة لما دخلوا معبر رفح كان قبلها بيوم كان موجود فيه أمين العام الأمم المتحدة وكان بيقول إحنا مش عايزين نمو وتغزة مرتين مرة يوم 7 أكتوبر ولا حصل وأما بعد اللي حصل بعد 7 أكتوبر واليوم الثاني نحن نمنع عنها المساعدات الإنسانية كان سيادة الرئيس عبد الفتح السيسي مدخل الأول 20 شاحنة إحنا لغاية دلوقتي إحنا حوالي يعني 65% من المساعدات الإنسانية اللي دخل إلى غزة كانت من مصر حوالي 4000 شاحنة بما يعادل 68 ألف طن دخل غزة من مصر من عندنا المبادرات المحافلة الدولية لما بنيجي نتكلم حضرتك الزيارات اللي حصلت بعد يوم 21 أكتوبر في مصر رئيسة دولة المجر إنجلترا رئيس وزراء إنجلترا كل هذه الزيارات وقبرص رئيس دولة قبرص كل الشغط من ألمانيا كل هؤلاء الناس أو هؤلاء اللي بيمثل المجتمع الدولي كنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية وأعتقد أن ده غير شوية في المجتمع الدولي تعالى نبص فرنسا ولما أرسلت من حوالي تقريبا ثلاث أسابيع وزير خارجية بتاعها لإسرائيل وبدأوا يتكلموا أنهم أننا مش عايزين نوسع هذه الدائرة أو هذه الحرب وتمتد خارج قطاع غزة وطبعا ده هنا كان بيقصد جنوب لبنان علشان قوات حفظ السلام اليونيفير جزء كبير منها من القوات الفرنسية فرنسا بدأت تفكر أن لو اتسعت هذه الحرب خارج قطاع غزة إيه اللي حيحصل بالنسبة لي جنوب لبنان الولايات المتحدة الأمريكية لو تفتكر حضرتك الزيارة الأخيرة الوزير خارجية أمريكا برضو اللي حصلت من ثلاث أسابيع وكان بيتكلموا الأول مرة اللا أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتكلم فيه أننا لابد من حل القضيتين هو الحل الأسرع لهذا الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية كانت حتمد الاحتلال الإسرائيلي بحوالي 45 قضيفة يعني ده من حوالي أربعة أيام وصلوهم لغاية دلوقتي 14 قضيفة أنا 14 ألف قضيفة أعتقد أن بدأ المجتمع الدولي يغير من وجهة نظره وخاصة لما شفنا وزير الدفاع ووزير أمن القومي لما كان بيتزور إسرائيل وبتكلم على الهجمات الحوثي اللي موجودة في البحر الأحمر وبدأنا أن احنا يتسع هذا النطاق وبدأ المجتمع الدولي يفوخ لهذه الأزمة فعلا وبدأنا أن احنا نفكر بطريقة أخرى لحل هذه القضية واللي حيحصل تقريبا مجلس الأمن حيجتمع مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن احنا نتمنى أن يكون فيه قرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار من الولايات المتحدة الأمريكية وما تصواتش بحق الفيتو زي ما حصل فيه القرار الأخير فأنا أعتقد أن مصر ودخول مصر والقيادة السياسية بتاعتنا أعتقد بدأ يغير من وجهة نظر المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر